تبقى قاعد مصدع في أمان الله فتقول لصاحبك الديني أي حاجة لأم الصداع ده مش قادر الديني 6 RPG مع 17 صاروخ من اللي عندك دماغي مولا فقط أفضل مشكورا يديك برشامة F16 حط يارك وانت لسه بتبلعها ما نزلتش إزازة المياه يروح أهلك هاي بقيت أحسن أنا أزرف راح أسبوعين ويتعرض على أخصاء علاق طبيعي عمرك سألت نفسك قبل ما تاخد الدواء إزاي الدواء ده بيوصل للجزء المصاب ويعالجه؟ يابي أنا موظف حكومة يعني إلي يخلي حباية صداع تطلع لوحدها ناحية المخ ولا حباية الهضمة تنزل ناحية المعدة؟ الحباية دي عرفت طريقها إزاي؟ وللإجابة على هذا السؤال اسمع لي الأول إسألك كده أنت خدت الدواء إزاي؟ أنا اللي هلحقك؟ هل كان شراب هل كان حقا هل كان مرهم هل كان لبوس؟ هي علاقة ده باللي هي في دلوقتي سؤال قد يبدو صعباني شوية ولكنه هيفرق في الإجابة فصوص لعمق القضية ما هو أصل في الحتة دي تحديداً سينة مش زي سونيا وأحمد مش زي الحج أحمد خلي بالك أنا مش عايز منك حاجة فمثلاً يعني الأدوية اللي بتاخدها عن طريق الفم سواء كان شراب أو إقراص بتدخل مباشرةً لجهازك الهضمي وبعد ما الجهاز الهضمي فتتها ويعصرها ويفلترها وتشربها هيقوم مدخالها للدم وده طبعاً عكس الحقن اللي بتدخل للدم مباشرة المهم هو بغضل نظر عن الاختلاف في طرق إدخال الدواء للجسم خلينا نحط إدينا على كتف الدواء وناخد معاك أولا داخل الجسم عشان نشوف طريقته بالظبط ولكن الدواء اللي هنمشي معه هنا هو الدواء اللي بيتاخد عن طريق الإقراص لا برشام لا لو في بانجوم ماشي في البداية باسم الله الرحمن الرحيم كده بنخبط الحباة من دول وراه بقق مية عشان نبلعها ولو كان دواء شور بطعمه وحش قوي بنخبط وراكه ببقيت مية على أساس نقلل من طعمه شوية بس بيجي بقى واحد في الحتة دي ويقولك لا اوعى تشرب مية بعد الدواء عشان ما تبوص مفعوله بس بقى اللي انت ما تعرفوش وهو كمان ما يعرفوش ان المية ملهاش تأثير على فعلية الدواء من الناحية الكيميائية يا معلم انا كنت مغفل قوي بحتى بعض الدكاترة والصيدلانية بيشيروا الاهمية شرب المية بعد الأدوية عشان الدواء يقدر يشتغل أصلا بغير ان السوائل زي المية وغيرها بتكون مفيدة للجسم جدا بالذات في وقت المرة قد يكون في بعض الأدوية اللي بتحتاج لتركيز معاين من المية ولكن عموما المية ما بتبطلش مفعول الدواء وما تخليش حد يضحك عليك مرة تانية دي انا بقى خائب كده هتسقط من نظر كمورك اللي بيحبك بس اللي المفروض ما تشربوش مع الأدوية هي المشروبات التانية زي الشاي والقهوة واللبن والكحليات وشوية من عصائر الفواكه وده لانها بتتعارض مع امتصاص الدواء فبتلغي او بتقلل من مفعوله المهم نرجع لموضوعنا وبعد ما دخلنا الدواء للجسم نزل الدواء للمعدة وبدأت المعدة في تفتيته عن طريق العصارة المعدية ومن بعدها نزل الدواء المزاب للأمعاء اللي بدورها بتمتص العناصر المختلفة اللي جاية من المعدة دي وترمي الباقي وعشان تفهم الحتة دي اكتر ممكن ترجع لتقررنا عن القولون والجهاز الهضمي المهم بعد ما امتصت الأمعاء عناصر الدواء خدتها ودخلتها على شبكة من الأوعية الدموية واللي بدورها وبتسلم العناصر دي للكبد الكبد طبعا معروف عنه انه شغال فلتر للعناصر الخارجة من الجهاز الهضمي واللي بتدخل بعد كده للدورة الدموية فهنا بيجي دور الدواء وشطرته في انه وفلت من فلتارة الكبد دي جزيئة الدواء اللي بتقع تحت ايد الكبد بيحولها لحاجة اسمها جزيئة ارضية ودي ما بيكونش ليها مفعول كدواء مالهاش لازمة من الاخر يعني كل ده مالوش ليها ما خلاص بقى والجزيئات اللي فلتت من الكبد بقى بتبقى جزيئات الدواء الفعالة وبتطلع على الدورة الدموية اما بقى الجزيئات الايضية فبيتلغي تأثيرها وبتروح لجهاز الاخراج عشان تطلع من الجسم في صورة من ثلاثة اما التبول او التعرق او احيانا الزفيا اطلع من داعك بقى امريت اما الجزيئات الفعالة بقى فبتدخل في الدورة الدموية ودي شبكة من الاوعية الدموية مسكاك من ساسك للراسك كل جسمك تقريبا بياخد تغذيته من الدم ولذلك لو كان في وجع والياكم في صبع رجلك وانت روحت واخد مسكن فهنا المسكن بياخد دوريته في الجسم بداتا من الجهاز الهضمى لحد ما يوصل للكبد ومن الكبد يطلع للدورة الدموية والدورة الدموية زي ما قلنا شغال ريح جاي في سلسلة دوارة بمنتهى الحرفية نظام فندوقي خمس لجوم تيدي بقى جزيئات الدموية ماشى مع الدم في جسمك تقابل عضوة او مجموعة خلايا فيهم مشكلة فتعمل ايه بقى تقوم شابطة فيهم وتقعد تشبك في بعضها لحد ما تمسك كلها في المكان اللي في المشكلة ده اللي هو بعد بتاع نص ساعة كده من اخدك للدوية بتكون جزيئاته دي بقت في دمك ووصلت لحد المنطقة اللي فيها المشكلة وفي خلال ساعتين بيوصل مفهول الدواء لأقصى درجاته طب وبعد الساعتين ايه اللي بيحصل بيبتدي الدم هو بتحرك يفك ترابط جزيئات الدواء مع الخلايا المصابة ويروح يلف بمرة تانية على بقى الاعضاء بما فيهم الكبد وبمجرد ما يوصل الدم عند الكبد مرة تانية وهو معاق بجزيئات الدواء يقوم ياخد الكبد الدم وقول له خد ياد من اللي عمل فيه كده وياخد منه شوية من جزيئات الدواء اللي معادي ويحولها لجزيئات ايضية يخرج عشان يصرفها برا ولكن 10% من جزيئات الدواء اللي في الدم مثلا ومرة في التانية في التالتة بيطلع باقي الجزيئات كلها من الجسم فهتيجي انت بقى دلوقتي تسألني وتقول لي يعني الدواء بيقعد في جسم قد ايه هو الحضراتك خريج طب ولا موهبة هقول لك والله يا سيدي دي بقى بتختلف من دواء للتاني ومن شخص للتاني وحسب طريقة ادخال الدواء نفسها طلعت حقنا برضه يعني مثلا مفعوله سرعة الدواء عند الاناس بيختلف عن مفعوله سرعته عند الرجالة لان الست عندها دورة دموية مختلفة عن الراجل مش في حركتها اكيد ولكن في كمية ضخ الدم وفي الاعضاء الداخلية ونسبة تغذياتها من الدم نفس الكلام ده بيختلف من شخص للتاني باختلاف منعته ورد فعلي جسمه للاجسام الغريبة زي الدواء هتحاول بقى تشغل دماغك عشان تخلي الدواء يشتغل اسرع واقوى وتزود الجرعة من دماغك هنا الجزيئات الايضية اللي قلنا عليها تزيد في دمك وبسببها ممكن يحصل لك تسمم لقدر الله لكل اجلين كده ايه عم الظرب اللي جاي لنا ده طب لو قللنا التركيز هناك تبدأ يقفش جزيئات الدواء كلها يحولها لجزيئات ايضية وساعتها الدواء مش هيكون لأي تأثير وعشان كده بقى يا عم الحدقة والفهلوة لازم تلتزم بروشيتة الطبية اللي جاي مع الدواء ولو حسيت بقى اي اعراض جانبية لازم تتجه فورا لليوتيوب شوف الطب شوف الطب البديل ده طب البديل ولما ترجع روح اليوتيوب اعمل لنا سبسكرايب ومتنساش اللايك وشير قبل ما تروح متنسانيش بقى عامدة سواء انا اوعدك الراجل ده هقفله تقفيه لما تخرش الماء